الله عز وجل أن يسلمني وإيكم لهكذا كان علي ابن الحسن يقول إذا توضأ يصفر وجهه ويقول ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء قال تدرون بين يدي من أريد أن أقوم الآن الله أكبر فمجرد أن تتفكر في الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لا يجد إلا يستهموا عليه لا استهموا يعني قرعة تصور الناء ناس دخلوا إلى المسجد بالله يقول لي يريدون قرعة بالصف الأول يا أخي أنا جئت قبلك يا أخي لا أنا كذا اعها قرعة من في الصف الأول طيب من سيؤذن اليوم للصلاة يعملون قرعة انظر إلى الحرص لو يعلم الناس أي ما في الأجر وما ينتظرهم من الأجر فعلوا هذه القرعة من أجل الصلاة والصف الأول لهكذا كان بشر بن الحسن يقال له الصفي لماذا أطلق عليه هذا اللقب قال لأنه لزم الصف الأول في البصرة منذ خمسين سنة فقالوا هذا فلان الصفي يعني هذا دائما في الصف الأول انظر إلى هذا اللقب ما أجمله لهكذا كان سعيد بن المسيب يقول والله ما فتتني تكبيرة الإحرام منذ خمسين سنة وما نظرت في قفى رجل في الصلاة منذ خمسين سنة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون خمسين سنة لم يعني لم تغب عنه تكبيرة الإحرام خمسين سنة لم يرى قفى مصلي بالله العظيم في هذا الجيل هذا الرجل لو منه مئة رجل الآن ما ظنك تأمل أيضا ما روجته هو سليمان بن مهران قال رحمه الله سبعين سنة لم تفتني تكبيرة الإحرام سبعين سنة لم تفتني تكبيرة الإحرام وهذا السيد بن جعفر قال ما رأيت عمي بشر بن منصور فاتت تكبيرة الأولى ولا رأيته قام في مسجدنا سائل قط يسأل الناس إلا أعطاه من الصدقة وقال وكيع رحمه الله كان الأعمش قريبا من سبعين سنة لم تفته التكبيرة الأولى وقال ابن سماعة رحمه الله مكثت أربعين سنة لم تفتني التكبيرة الأولى إلا يوم ماذا تتوقعون ماتت أمي شغل بالدفن ففاتته التكبيرة لم تفته الصلاة فاتته فقط تكبيرة الإحرام وإلا لم تفته الصلاة بل أدرك الصلاة لكن تكبيرة الإحرام لم تفتها لهكذا إبراهيم النخعي رحمه الله يقول إذا رأيت الرجل يتهاون بتكبيرة الإحرام أو بتكبيرة الأولى فاغسل يديك منه خلاص هذا الرجل يعني سلامتك لهكذا أحد السلف قال أيضا إذا رأيت الرجل قد وصل الأربعين ولم يستقم فاغسل يديك منه لماذا؟ حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة لأن سن الأربعين هو سن النضوج سواء كان الفكري أم الجسدي وهو العقلي الأقرب فكر النضوج إذا وصل الرجل أربعين سنة ولم يستقم وما زال يرتع بين الحرام والشبهات فهذا اغسل يديك منه هذا اغسل يديك منه قال إبراهيم التيمي رحمه الله قال إذا رأيت الرجل يتهون في تكبيرة الإحرام فاغسل يديك منه وقال سفيان ابن عيينة إن من توقير الصلاة أن تأتي قبل الإقامة إن من توقير الصلاة أن تأتي قبل الإقامة فما ظنك برجل الصلاة قام وينظر إلى شاشة التلفاز الأدهو الأمر فما ظنك برجل الصلاة تقام وهو على المعاصي ينظر الأدهو الأمر ما رأيك برجل تقام الصلاة ولا يصلي أصلا هؤلاء كان هدفهم تكبيرة الإحرام أنا الآن لم أأتي عن تضيع الصلاة كان عندهم ربما لا يوجد شيء لا يصلي ربما هؤلاء الجيل هؤلاء القوم الذين نقلوا إلينا الإسلام هؤلاء هم تلميذ الإسلام هؤلاء لم يكن عندهم مشكلة فلان لا يصلي لم تكن كانت مشكلتهم المشكلة الرئيسية عندهم أن فلان لا يشهد تكبيرة الإحرام لكن نحن الآن مشكلتنا فلان لا يصلي فلان يا شيخ قد أدمن على شرب الحرام فلان يا شيخ قد أدمن على أكل الحرام انظر الفرق بيننا وبينهم هؤلاء الآن يقول إذا فاتت تكبيرة الإحرام فاغسر يديك منه بالله العظيم لو جاء أحدهم من قال هذا الكلام وشهد عصرنا الآن ماذا سيقول؟ ربما يقول اقطع يديك منه أسأل الله عز وجل